اشتركوا في القناة في الجوار الفاتنات اللائي حملنا إلى بغداد من أقطار الأرض وحشدنا فيها كما تحمل إلى مخدع العروس كل وردة فاتنة في الروض وزهرة جميلة في الجبل ولكنه لم يشعر بنعيم الحياة ومتعة العيش حتى اشترى هذه الجارية بخمسمائة دينار وكان قد رأها في سوق الرقيق فرأى جمالا أحلى من أحلام الحب وأجمل من بلوغ الأماني وأطهر من زنبقة الجبل فهام بها هياما وزاد فيها حتى بلغ بها هذا الثمن وانصرف بها إلى داره وهو يحسب أنه قد حيزت له الدنيا وأمتع بالخلود واشتغل بها وانقطع إليها ولم يعود يخرج إلى الدكان إلا ساعة كل يوم ثم لا يستطيع أن يصبر عنها ويزلزله الشوق إليها وتدركه هواجس الحب فيغار عليها لا من الناس فما يصل الناس إليها بل من الشمس أن تلمعها عين الشمس ومن النسيم أن تلمسها يد النسيم ويشعر بهذه الغيرة المحرقة في قلبه فيهرع إليها ليطفئها بلقاها لقد صار هذا الحب مصدر لذته وسر حياته ما كان يدري من قبله ما اللذة وما الحياة وما كان يحس أنه يعيش حقا وأن له قلبا وما كان يدرك من قبله بهاء النهار ولا فتنة الليل ولا سحر القمر كان ذلك عنده كالألفاظ بلا معنى يفهم منه ما يفهمه الأعجمي إذا تلوت عليه غزل العرب فلما عرف الحب أدرك أن وراء هذه الألفاظ معاني تهز الفؤاد وتستهي القلب وكان يمشي في طريق الحياة كما يمشي الرجل في المتحف المظلم فطلع عليه هذا الحب نورا مشرقا أراه هذه التحف الفاتينات وهذه الروائع وتتالت الأيام وزاد إقبالا عليها وإعراضا عن الدكان وكان يبصر دنياه تدبر عنه وتجارته تذوب في ضرم هذا الغرام كما يذوب الثلج وتتبدد كما يتبدى الندى في وهج الشمس ولكنه لا يكره هذا الحب ولا ينفر منه ولا يزداد إلا تعلقا به وتمسكا بأهدابه وكان كل ما في الحياة من متع لا يعدل عنده لحظة واحدة من لحظات الوصال وذهب الأرض كله لا يساوي هناءة من هناءة الحب فكان يترك البائعين والمشترين ويسعى إليها ليشتري منها اللذائذ والقبل وكانت كلما نصحته وأرادته على العود إلى تجارته قال لها مالي وللمال أنت مالي وتجارتي ومكسبي فلا تستطيع أن تفتح فمها بجواب وأصبح الرجل ذات يوم فإذا التجارة قد بارت وباد المال وذهب الأثاث وبيعت الجواري ولم يبق في يده شيء يباع فأقبل ينقض الدار ويبيع أنقاضها ولم يأس على ذاهب ولم يحس بفقد مفقود فقد كان يلقى الحبيبة ويجد في حبها غذاءه إذا جاع وريه إذا عطش ودفأه إذا برد وفي وجنتيها ما يغنيه عن الأوراد ويرى الدار الخالية معها قصرا عامرا والصحراء روضة مزهرة والليل المظلم معها نهارا مضيئا وأثمر الحب وجاء الحصاد ولكنه قد خالف موعده فلم يجيء في الربيع الطلق ولا في الصحو الجميل بل قدم في الشتاء الكالح والأيام القاتمة الدكناء أيام الفقر والعوز وأخذها المخاض فجعلت تتلوى من الألم على أرض الحجرة وما تحتها إلا حصير تقطعت منه الخيوط وفراش بلي وجهه وتناثر قطمه حتى اختلط بالتراب وطال عليها الوجع وهو واقف أمامها يحس أن ألمها في ضلوعه وأن كل صرخة منها سكين محمى يحز في قلبه ولكنه لا يملك لها شيئا وقالت له بعد أن عجزت عن الاحتمال إني أموت فاذهب فاحتل بشيء تشتري به عسلا ودقيقا وشيرجا ملاحظة؟ معناها دهن السمسم اذهب وعجل فإنك إذا أبطأت لم تجدني وخرج وصار يعدك المجنون أين يذهب؟ والليل قد مالت نجومه والناس نيام في دورهم ولا يجد من يلجأ إليه فقد فصله الحب عن الدنيا وصيره غريبا فيها ليست منه ولا هو منها وكذلك يصنع الحب وجعل يهيم على وجهه حتى بلغ الجسر جسر بغداد وكان الليل خاشعا ساكنا والناس قد أموا بيوتهم وأنسوا بأهليهم وهو الوحيد الشارد لا أهل له إلا التي خلفها تعاني سكرات الموت وعجز عن إسعادها ولا دار له إلا هذه الخربة التي فر منها لقد كانت هذه المرأة حظه من دنياه وها هي ذي تموت فلا يبقى له في دنياه حظ وكانت هي نورها فلن يبقى له بعدها من نور وتصور الوحشة المخيفة والوحدة المرعبة التي سيقدم عليها إن ولت عنه هذه المرأة التي كان يعيش بها ولها ونظر إلى ماء دجلة يجري أسودا ملتفا ببرد الليل فأحب أن تواريه أحشاؤه وترى آله الموت حلوا فيه متعة اللقاء وأنسة الاجتماع وعاد فذكر آلام الحبيبة وانتظارها وعجزه عن معونتها وإسعادها فتوجه إلى الله ودعاه من قلبه صادقا مخلصا وقال يا رب إني استودعتك هذه المرأة وما في بطنها وهم بإلقاء نفسه في الماء وفكر في الموت فوارت صورته أحلام الحب وارواءه ولم يعد يرى إلا هذه الهوة التي سيتردى فيها وتسلق درابزين الجسر فأدركته حلاوة الروح فراح يتصور برودة الماء ويفكر في الموت هل سيأتيه سهلا هينا أم هو سيذيقه العذاب ألوانا وحاول أن يتذكر ما سمع عن الغرقى وهل يختنقون عاجلا أم يبطئ عليهم الموت وذكره هذا العذاب بعذاب الله يوم القيامة أليس الله قد حرم الانتحار أليست هذه النفس ملكا لله وحده أو دعها جسده أمانة ليستردها متى شاء ليست له هو ولا يملكها وليس هو الذي خلقها وأبدعها وذكر أنه توجه إلى الله واستودعه حبيبته فكيف يلقى الله آثما ويسأله عونها وحفظها وتنبه إيمانه فتردد ووقف ثم عاوده التفكير في حياته بعد اليوم وكيف تكون إن ذهبت منها متعة الحب فرجع إليه يأسه وقنوطه وعزم عزما مبرما على الموت وأغمض عينيه وخفق قلبه من هول ما يقدم عليه وكاد يقفز ولكن قوة لم يطق لها دفعا ولم يملك معها حراكا أمسكت به تلك هي الصيحة التي أحس بها من بعيد ثم رآها امتدت حتى بلغت الأفق الذي أطل منه الفجر والأفق الذي انغمس فيه الليل ثم غمرت النهر والشاطئين والمدينة فأحس بها تشرق على نفسه كهذا الفجر فتبدد ليلها ذلك هو صوت المؤذن ينادي في صفاء الليل وإصغاء الدنيا أجل وأجمل نداء اهتز به هذا الفضاء ومشى فيه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فرأى فيها مجد الآخرة بالعبادة ومجد الدنيا بالنجاح وصبت القوة والعزم في أعصابه فعدل عن الموت ورجع إلى الدار فرأى فيها نساء من نساء الجيران سمعنا صوتها فجئنا إليها فسألنا عنها وكانت مغمن عليها فحسبوها ماتت وأخبروه بموتها فلطم وجهه وشق ثوبه وانطلق ماشيا على غير هدى تقذفه قرية فتتلقاه قرية يضيفه الناس وقد كان في الناس سلائق العرب وآداب الإسلام يضيفون الغريب لا يسألونه من هو ولا يبتغون منه أجرا ولا شكرا وجعل يطوي الأرض والأرض تطوي صحائف عمره حتى حطت به النوا في خراسان ولقي من عرفه فيها ومد إليه يده مساعدا معينا فعاد إلى تجارته وجعل يفكر لما استقر به المنزل في داره في بغداد ويكتب الكتب يسأل ويستنجد ويلح ويتوسل حتى كتب ستة وستين كتابا ولم يرجع إليه جواب وأثري وامتلأت يده بالذهب ولكن قلبه ظل خاليا من الحب وما كان يوسع فيه الأسى مكانا لحب جديد فكان كل محتواه العشية منزله وأغلق عليه بابه جفى عالم الناس وراحت روحه تسبح في عالمه هو عالم ذكرياته وماضيه الذي أحبه وافتقده ولم يجد منه بديلا ويستروح نسيمة الكدار التي كانت جنة وارفة الظلال فيها الروح والريحان وفيها من كل فاكهة زوجان فصيرها الحب قاعا صفصفا ولكن تلك الخربة كانت أحب إليه من هذا القصر الذي يعيش فيه اليوم وحيدا لا يؤنسه فيه إلا الذهب وتصرمت السنون وتتابعت خالية فارغة حتى أقامت بينه وبين ليلة المخاض حاجزا من الأيام سمكه ثمان وعشرون سنة وهبت على عمره رياح الخريف فذوى غصنه وكاد يدركه الجفاف فأفزعه أن يموت بعيدا عن بغداد وعن داره التي ثوت فيها الحبيبة فباع كل ما يملك بعشرين ألف دينار من الذهب واشترى قماشا وبضاعة حملها إلى بغداد وسار في قافلة له ضخمة يأم أرض الوطن ولم يكن له من أمل إلا أن يقيم بهذا المال قبرا ضخما للحبيبة ويجعل له فيها مكانا ولكن الذهر لم يبلغه حتى هذا الأمل فقد خرج على القافلة اللصوص فنهبوها وقتلوا من فيها ولم يتركوا منهم أحدا ونهض من بين الموت وسار على رجليه وقد تبلد ذهنه من عظم الفاجعة حتى ما يقدر على الحزن ومشى حتى حاذى النهر وجعل يمر على مغارس النخيل ومشارع المياه ومنابت الورد والفل وهو سادر ساهم كأنما يمشي في حلم قد ماتت في نفسه كل رغبة إلا الرغبة في الموت وماذا بقي له في الحياة بعدما فقد الحب وفقد المال ولكنه لم يشأ أن يموت إلا في داره ولم يرد أن يضم عظامه إلا الثرى الذي ضم أعظم الحبيبة كي يجاورها في الموت كما جاورها في الحياة وتحامل على نفسه وقام يجر رجليه جرا وكلما دنى من بغداد وأحس ريحها انتعش واشتد وعاش بذكريات الحب الذي ذهب ولم يبق إلى عودته سبيل وآنسه أن يرى مرة ثانية الديار التي شهدت صور هذا الحب ولكنه أعيا أخيرا وسقط على الشاطئ ولم يعد يستطيع الحراك وجعل يفكر تفكيرا مبهما ملتاثا يقطعه الجوع الذي يفري أمعاءه والتعب الذي يهد عظامه فيرى أنه كان في حلم وصحى منه الدنيا كلها حلم كاذب الحب والمال والصحة والسعادة والمجد لا يخلد شيء من ذلك ولا يبقى لا يبقى منه إلا ذكرى تبعث ألما وتثير حسرة وتحرق القلب وتمنى أن لو كان خلق ثقيرا منفردا ما عرف لذة الألفة ولا متعة الغنى عاودته فكرة الموت التي كانت مرت بذهنه منذ ثمان وعشرين سنة ولكن دينه منعه أن يختم حياته بهذه الخاتمة البغيضة وأن يجمع على نفسه شقاء الدنيا وعذاب الآخرة وهبت عليه نفحة من نفحات الإيمان فاستراح إليها وذكر أنه استودع فتاته الله ولا تضيع عند الله الودائع وأن وراء هذه الأحداث حكمة بالغة وقدرا حكيما فاطمأنا إلى حكمة الله وسلم أمره إليه ووجد بهذا الاطمئنان راحة وشبعا وسمع صوت بوق يرعد على حاشية الأفق فنظر فإذا زلال ملاحظة هي كلمة عباسية مولدة معناها السفينة الحربية نعود للسياق فإذا زلال ضخم قد أقبل عليه فلما حاذاه أشار ونادى وسأل صاحبه أن يحمله إلى بغداد وكان فيه أمير كبير ولكن الديمقراطية كانت شعار العرب وكانت سليقة فيهم لا يمنع الأمير مجده أن يقف لفقير سائل ويحمله معه فأدخله الزلال وأطعامه وخلع عليه ولم يسأله عن خبره لأن النوم قد غلب عليه فهجع كالقتيل قبل أن يسأل وقبل أن يجيب ولما أفاق كان المساء قد حل وكانت بغداد قد بدت وسربت الزوارق والسفن على سطح دجلة الفاتن تنشد لهوا وتبتغي لذة وتملأ الضفتين نغما سائغا وحبا ومجدا وترنحت القصور طربا وانتشت الرياض أنسا وتعانق النخيل وتشاك الغرام وترقصت الأمواه من دجلة وتناجت بالحب وسكرت السفن وهامت وسدرت بغداد في نشوة الظفر وكانت بغداد هي الدنيا وكانت دار الخلافة وكانت عاصمة الأرض وكانت منبع العلم والفن ومثابة الغنى والترف وكان فيها الصلاح وفيها الفجور وفيها الخيرات وفيها الشرور وفيها من كل شيء وكذلك تكون الدنيا وكان دجلة يسير مزهوا طربا فقد بدأ سيره منذ الأزل ورأى الحكومات تقوم وتقعد حتى مل قيامها وقعودها وشهد من بأساء الحياة ونعيمها ما زهده في نعيمها وبؤسها ورأى الأنام حتى كرها مرأى الأنام ولكنه لم ير أياما أحلى ولا مجدا أبقى ولا ناسا أنقى وأتقى من تلك الأيام وناسها وجاز الزلال بتلك السفن والزوارق الحالمة السكرة كأنه البطل القوي يمر بالحسان في يوم العرس فاجتمع على الصفحة الحب والحرب والعز والهوى هذا يمثله زلال القائد وتلك تمثلها زوارق العشاق وكان ينضي إلى غايته مسرعا كأنه يسابق شعاع الشمس إلى الأفق الزاهي وكان هو أيضا شعاعة من الشمس التي أضاءت الدنيا في هاتيك الأيام فأشرقت على القلوب عاطفة وجمالا وعلى العقول علما وكمالا وعلى المسلمين عظما وجلالا وعلى الناس كلهم حضارة وتمدنا وسلاما وأمنى وضوأت لهم طريق المجهول وشقت لهم السبيل الموصلة إلى تحقيق المثل العليا في المجتمع البشري تلك هي شمس بني العباس إذ كان بني العباس سادة الأرض وأنزله الزلال على الجسر حيث قام تلك الليلة فأعاده الجسر إلى ماضيه فأحس بأن هذه السنين كلها لحظة واحدة وأنها صفحة قد سقطت من سفر حياته فاتصل ما قبلها بما بعدها ورأى الناس من حوله فهم بأن يسألهم درهما يشتري به عسلا ودقيقا وشيرجا لامرأته التي أخذها المخاض وأسرع يريد أن يدركها قبل أن يشتد بها الألم ثم انتبه فرأى هذا الحجاب الصفيق من الزمان يقوم بينه وبينها ثمان وعشرون سنة ليست يوما ولا يومين دهر طويل أولد فيه ناس ومات ناس عمر كامل وتهافت وخمدت هذه الشرارة من الأمل التي أضاءت في نفسه وسار محطما مكدودا يبصر الوجوه من حوله فيراها غريبة عنه لا يعرفها ويرى المسالك والدروب فيفتش عن ذكرياته فيها فلا يجدها حتى بلغ الدار ونظر فإذا الخريبة التي خلف فيها الحبيبة قد صارت دارا فخمة على بابها الجند والشاكرية ملاحظة الشاكرية جمع شاكري وهو الأجير أو المستخدم وقال صاحب القاموس إنها لفظة فارسية معربة أصلها جاكر نعود للسياق فوقف ينظر إليها من بعيد هذه داره التي رجع إليها ليتخذ لنفسه من ثراها قبرا ولكنها أنكرته وأعرضت عنه لقد عاد غريبا في بيته منكرا في بلده إنه ميت يمشي بين الأحياء لقد بحث عن أثر واحد من دنياه التي كان يألفها فإذا كل شيء قد تبدل فلا الوجوه بالوجوه ولا الأمكنة هي الأمكنة فيا ويح الزمان كيف صنع ذلك كله هذا الجبار المخيف الذي يفعل الأفاعيل ولا يحس به أحد ولا يبصره ولا يلمسه بيده ثم استغفر الله وأناب إليه إنه هو الفاعل المدبر فلا الزمان ولا الأحداث بقادرة على شيء إنه هو وحده الذي يصرف الأكوان وولى ليعود فيضرب في الأرض حتى يموت فما يبالي الآن أين يدركه الموت بعد أن حرم آخر أمانيه وهو أن يواريه الثرى الذي وارى جسد الحبيبة ولم تسل من عينيه دمعه ولم يتحرك لسانه بكلمة وداع ولم يفكر في شيء فقد تواردت الآلام على قلبه حتى صار هو كتلة من الآلم جامدة تسمى قلبا وتتابعت عليه المصائب حتى صارت حياته كلها مصيبة ويائس من السعادة حتى ما عاد يفكر فيها أو يؤلمه فقدها وتلفت ليودع المكان الذي اصطفاه من دون الأمكنة وأودعه أعز شيء عليه حبيبته وذكرياته ويشمله بنظره فإذا هو يرى دكان بقال كان يعرفه لا تزال قائمة على العهد بها كما يقوم الطلل البالي في المدينة العامر فأسرع إليها بين قوسين وكان فيها شاب حدث علم منه أن أباه البقال مات من عشرين سنة وأن الدار لابن داية أمير المؤمنين المأمون وصاحب بيت ماله وأن لهذا الرجل قصة عجبا فقد كان أبوه من سرات تجار فاشترى جارية أولع بها وعكف عليها حتى افتقر وجاءها المخاض فذهب يطلب لها شيئا فلم يرجع وأسعفها البقال أبو الفتاة ثم ولد للرشيد مولود فطلبت له المراضع فلم يقبل ثدي واحدة منهن فدل على الجارية فقبل ثديها وصار الضئرة وكان المولود هو أمير المؤمنين المأمون ملاحظة هذا الجزء من النص التاريخي للقصة ويسمع الرجل القصة فيحس أن الأرض تدور به فيمر بآلاف الصور والألوان والشكوك والأماني ثم يسأله وأين أم الولد ويحس أن هذه اللحظة التي انتظر فيها الجواب قد طالت حتى يغدد دهرا وأنه كالقائم ليسمع الحكم عليه بالبراءة أو القتل فيقول الفتاة إنها باقية تغدو إلى دار الخليفة أياما وتكون مع ابنها أياما ولكنها لا تزال حزينة لم تمسح آلامها الأيام ولم ترقأ دمعها ويدعه الرجل ويرقض إلى الدار يشعر أنه يمشي في الزمان يعود أدراجه إلى عهوده الماضيات إلى عهد الحب الضاحك ولا يليه المترعات بالقبل لقد نسي في هذه الخطوات كل ما لقي من شقاء وما حمل من ألم وامتلأ قلبه شكرا لله الذي استودعه حبيبته وما في بطنها فما ضاعت عنده الوديعة وهذه الحبيبة التي طالما بكاها يحسبها ميتة وجاء ليدفن جسده الواني بجانب رفاتها قائمة تنتظره لتمنحه عطرها وسحرها وهذا الجنين الذي خلفه على باب الموت قد غدا شابا ممتلئا قوة وأيدا ومالا ومجدا ووصل إلى هذا الشاب فقال له ما تبتغي فخفق قلبه وتلاحقت أنفاسه وهملت مقلتاه ولم يجد ما يمهد به الحديث فقال له أنا أبوك ونظر الشاب شاكا وقال له اتبعني فأتبعه فاجتاز به صحنا بعض صحن حتى انتهى إلى مكان الحرم ملاحظة لفظة كثيرة الدوران في كتب الأدب القديمة وحرم الرجل تعني عياله ونساؤه نعود للسياق فأقامه أمام ستارة وذهب ليسأل أمه ودل الرجل قلبه على أن الحبيبة وراء الستارة فناداها وإذا الستارة تهتك والمرأة تثب إلى عنق الرجل تبكي وتضحك وتضحك وتبكي وتقول ما لا تدريه ويدير الشاب وجهه فما يحسن به أن ينظر إلى أبويه وهما يجددان عهود الهوى والشباب وفي الختام أرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وإلى اللقاء مع قصة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة